منذ أكثر من عام ونصف قرر اليوتيوبر حمدي وفاء الانتقال من مصر إلى الإمارات ومنها إلى تركيا حيث استقر هناك وافتتح مشروعا خاصا بهم وقتها أشيع بين عدد من المتابعين أن سبب سفرهم من مصر هو التهرب من الضرائب وهو ما نفاه السنائي في وقت سابق أشار حمدي في بداية الفيديو أن الأسرة كانت تعيش في نعيم في مصر لكن حاول هو وزوجته وفاء تأمين مستقبلهم وفي إطار سعيهم لأفضل وتحسين دخل للأسرة لذلك أراضي السنائي فتح مطعم جديد بمواصفات سياحية في مصر هو بالفعل أحدث ضجة وحقق نجاحا مدويا زعم بعض رواد الأفعال والمراجعات السلبية للمطعم التي اعتبرها الزوجين ظلم أو هجوم بغرض الشهرة متابعا أنه اضطر لإغلاقه بسبب مواجهتهم لمشكلات إدارية ليس لها علاقة بجودة الطعام وأضاف حمدي ما ينفعش أقول ليه تأفل إحنا ماشيين يا جماعة جنب الحيد وخسرنا مبالغ ضخمة جدا وكنا في وضع غريب جدا إحنا ما فشلناش وأي حد استثمر في مصر فهم اللي بقوله وعن خروج الأسرة من مصر منذ سنة ونصف أوضح حمدي أنه رأى أولاده لا يتعلمون بالمستوى الذي كان يطمح له بسبب الكورونا لذلك اتجه إلى دولة الإمارات الشقيقة التي وجدت فيها ضلطه من تعليم متقدم وتسهيلات كبيرة في الاستثمار فضلا على الأمان الذي تتمتع به الدولة منوها أنه لن يستثمر في مطعم مجددا لكنه سيفتتح مشروع في تركيا نظرا لأن المجتمع هناك يشبهون المصريين لكن بطبع أوروبي وله نمط حياة عائلية وهو ما لم يجده في الإمارات كما أن التعليم الجامعي أرخص من الإمارات بكثير لذلك ترك الإمارات واستقر بتركيا مؤكدا أنه يمكن أن يعود لمصر بأي وقت لكنهم لن يفعلوا ذلك نظرا لارتبطهم بالمشاريع الخاصة بهم ودراسة أولادهم